سنة 1936 شارلي شافلين عمل فيلم رائع اسمه الأدمانة الحديثة فيلمي بيتكلم عن سيطرة الآلة على حياة الإنسان طبعا هو فيلم صامت مش بيتكلم بس مضمونه سيطرة الآلة على حياة الإنسان وشارلي شافلين كان بيستخدم نوع من الكوميديا اللي فيها مبالغة جديدة جدا علشان يبقى فيه فوكس أو تركيز على الحاجة اللي مهم ان الناس تعرفها شوف الحقيقة فين كل غرضه كان انه يبين قد ايه؟ الآلة سيطرت على الإنسان لدرجة الناس بقت تروس تروس بتطحن تدور في فلك هذه الآلة من خلال المشاهد اللي كانت في الفيلم هو بيتسحب جوه المكان ولا كوز الدورة وهو بيعدي عليه رايح جايله مكان أبازت والطبق بيتدلق عليه والتفاصيل اللطيفة اللي كانت موجودة في الفيلم يمكن بعد تقريبا تسعين سنة الواحد بيفكر في الأزمنة الحديثة جدا وبيفكر في سيطرة الآلة الحديثة جدا على حياة الإنسان لدرجة ان احنا بقينا تروس بندور في فلك هذه الآلة وهي الآلة المسمى بالسوشيال ميديا اللي مش محتاجة بقى كوميديا فيها مبالغة ده في نوع من كوميديا اسم الكوميديا السودة حتى مش هتقدر تعبر عنده والحقيقة ده محتاج من احنا نرجع لورا شوية نبص نتفرج على نفسنا يعني نخرج برا المشاهد ونتفرج على نفسنا وعشان ما يبقاش كلام يعني تنظير وكلام ضخم على الفاضي كلنا مدركين ان الفلوس حاجة مهمة الفلوس حاجة مهمة جدا بس مش للدرجة اللي تخلي الإنسان يتساعر في سبيل الوصول إليها اللي خلينا يفتكر الفيلم واشوف سيطرة الأزمنة الحديثة جدا في الفترة دي هو الحكاية اللي حصلت من خمسة ايام بتاعة العريس اللي صور فيديو انه اتخطف وهو رايح فرحه والأمن اتقلب والدنيا اتقلبته طب ده ما فيش بلاغة عن خطف طب ايه تطلع الحكاية كلها فيك وانه هو كدب يعني وانه هو واعد خطبته اللي اتضح فيه ما بعد انه هو متجوزها بس كانت تحت السن القانوني فما أعلنوش الجواز ده غير لما وصلت للسن يعني حاجات كلها أخطاء فأخطاء انه وعدها انه هيعمل فيديو يجيب مشاهدات ضخمة جدا وبيحكي وبيقول انه ده ده كلفني كتير جدا وعملنا عليه بروفات كتير جدا عشان يطلع بالشكل ده ولا في دماغه ده تكدير للسلم للأمن ده ان الناس تبتيت تقلق يعني ايه عريسة خطف وسط الشارع كده هو فيه ايه مش مهمة خالص وولده في التحقيقات بيقول ده أكل عيشه اللي هو ايه بالزبط أكل عيشه هل انه أطلق أعمل فيديو ولا اني أصل لمرحلة من يعني التطرف في اني أعمل فيديو بهذا الشكل احنا بقينا في ده على طول كلمت حضراتكم مرة قبل كده وقت مسلسل الكبير لما كانوا بيتكلموا عن تحديات التيك توك وبرضو بالشيء من المبالغة اللطيفة اللي خلينا نشوف قد ايه الناس بتين كرامتها في مقابل التحديات دي نشوف ناس مثلا عندها منتجات صفحة على اي موقع موقع التواصل او بتبيع اي منتج فتيجي تقولك اتفقت مع بلوجر او تيك توكر او يوتيوبر انه هو يعلن عندها فتبتدي تشتكي لينا احنا اللي بنتفرج انه انا اتفقت معهم على خمسة ريفيو عملوا ثلاثة بس وسرقوني فاحنا نبقى عارفين ان ده اتفاق ونبقى عارفين ان الرفيو اللي بيتعامل ده مش بالضرورة لمنتج حاجة كويسة ونبقى عارفين ان ده واخد فلوس عشان يقول الكلام ده وان ده بديله فلوس عشان يقول الكلام ده ونبقى عارفين الحدوتة كلها احنا مستخدمين فيها وهم عارفين ان احنا عارفين وبندور في نفس الدايرة او الناس اللي بتطلع بلبس بيت طاق تنظف او اللي بيقلوا سمك في قط النوم أو طبعا شوفنا البنات اللي تعرضت يعني أحكام أو الناس اللي هي حياتها مشاع يومي كل تفاصيل حياتها موجودة أو اللي بيستخدموا أطفال برضو كانت مرة قبل كده عن اتنين مشهورين جدا عملوا الفيديو بيخضوا الطفلة الصغيرة بنتهم بيشوفوا رد الفعل فيديو يعني غاية في الإساءة أو اللي بيستخدموا أولادهم عشان يبقوا هم البلوجرز والتيكتوكرز واللي بيعملوا فيديوهات ويلا أصحابي يشوفوا كذا في سن صغير مش ضد قوي أن الأطفال يبقى عندها إبداع بس يعني وأنه يشتغلوا في فن أو حتى أن هم يعبروا نفسهم على وسائل التواصل بس مش للدرجة الدرجة دي من الاستخدام من غير ما تفكر ده مستقبل وما يبقى الموضوع محتاج الدراسة يعني فاحنا اتسحلنا في ده وبقى الواحد ببساطة في الأول بيحس إنه إيه المشكلة عادي شوية فلوس شوية شهرة يعني حاجة عادية والعادي بيجر العادي فيبتدي يحصل تنازل ورا تنازل عن حاجة هو كان فيما بدء وعن حاجة هو كان شايفها إنها ما يصحش تتعامل فبقت عادي عن حاجة في قناعاته بقت عادي مش مشكلة شوية فلوس شوية شهرة حتى لو الشهرة دي يعني الناس تشتمك مش بتمدحك والعادي بيجر العادي والتنازل بيجر التنازل وبما إننا شهرة كفده عشان إحنا بنتفرج على ده كلنا لا أستثني أحد وأنا زي زيكم بنتفرج على ده فبنشارك في العادي ده وإحنا كمان بنشوفه مع الوقت إنه عادي والحقيقة إنه مفيش حاجة فيها عادي مش عادي أبدا إن عريس يعمل نفسه واتخطف ويصور فيديو ويكلفه عشان يوعد عرصته بمشاهدات فضيعة علشان ده أكل عيشه مش عادي في حاجات كتيرة وقعت مننا في السكة وبقينا تروس تروس بتطحن بعض في الآلة الجهنمية اللي اسمها السوشيال ميديا في الزمن الأزمنة الحديثة كلنا مشاركين في ده كلنا محتاجين نبص على ده كلنا بنتفرج على التفاهات دي كلنا بنضيع وقتنا في ده مسحولين بس لازم نفكر نخرج برا الصورة ونبص كده احنا الحد فين مسحولين في ده والحد فين بنستخدم وتروس في هذه الآلة الحديثة